بس خلينا نروح بقى إيه لجزئية أخرى وفيما يتعلق بالاتحاد المصري لكرة القدم وبعض المعلومات المهمة وزي ما حرقكم عارفين أن جدول الدوري تم الإعلان عنه بداية هذا الموسم بمواعيد المباراة لحد الجولة السبعة الجولة السبعة اللي هي تكون بعد بكرة بالنسبة للنادي الأهلي تحديدا مباراة الإنتاج الحربي خلاص اتحاد الكرة أو لجنة السلسية الحالية استقرت على سبع مباراة تانين لما تبقى من الفترة دي من بطولة الدوري ولكن هما بعثوا المباراة دي للأمن أو الجهات الأمنية عشان يعتمدوها ويوفقوا على موعدها ومن ثم يتم الإعلان على الموعد دي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ومن مفترض النهاردة أو بكرة أو بعده بالكثير قوي ممكن يعلنوا عن الموعد الجديدة للسبع الجولات المجبلة وده أمر مهم وحنشوف حتكون موعد مباراة الأهلي حتكون إيه لما يتم الإعلان عنها لكن الأمر الأهم كمان أنه تم خلاص الاستقرار بنسبة كبيرة جدا أنه حيتم تأجيل بطولة الدوري لمدة شهر أو إيقافها لمدة شهر أني شهر الشهر اللي حيكون فيه الأولمبياد اللي هو مفروض شهر سبعة المجبل وده بعد الاستقرار ما بين اللجنة السلسية الحالية والأندية بأن الأندية مش عايزة تلعب من غير لعبيها الدوليين اللي حيكونوا مع المنتخب الأولمبي وربما بعض الأندية يكون عندهم بعض اللاعبين كبار السن لأنه يحق المنتخب الأولمبي أنه يختار ثلاثة فوق السن فممكن أهلي أو زمالك أو فريق ما يكون عنده لاعب أو اثنين أو ثلاثة كمان من فريقه متواجدين من لعبي الأساسيين اللي هم الكبار متواجدين مع المنتخب الأولمبي فبالتالي تم الاستقرار أن يتم إيقاف بطولة الدوري في شهر السبعة المقبل وده هيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ويأيام كابتن مازل مرزوء لما كان موجود لرئيس لجنة المسابقات كان فيه اتجاه آخر أن يتلعب البطولة عادي حتى والأولمبيات شغالة لكن هيتم تعديل الموقف ده تحديدا لكن النقطة الأهمة بالنسبالي وهو فيما يتعلق بتكنية الفار والشركة المنفذة لتكنية الفار قدت مهلة لاتحاد المصري لكرة القدم إن يتم سداد المستحقات أو ديونة على التحاد للشركة دي اللي بتنفذ تكنية الفار والديون يعني حوالي 150 ألف يورو تحديدا المفروض لحد يوم 1 فبراير 1 فبراير اللي جاي آخر معاد للاتحاد المصري أو للاجنة السلسية الحالية لسداد القيمة المستحقة للشركة المنفذة لتكنية الفار في الدوري المصري لو يوم واحد ده ما تمش السداد هيبقى ما فيش فار وده تنبيه من الشركة نفسها فإحنا يا جماعة بنأكد هو والكلام مش على الأهلي بس واحنا بتكلم على كل الأندية في مصر رغم إن في بعض السلبيات من تكنية الفار لكن هي مهمة في كل الأحوال الأهلي هي أكتر فرقة متضررة لحد دلوقتي من أول خمس جوالات ثلاث أخطاء تحكمية كارسية لكن في نفس الوقت لا غنى عن الفار وبنأكد لا مساس ولا اقتراب من الفار ولا اتجاه يكون موجود بخصوص إلغاء هذه التكنية ده تأكيد مهم جداً حنشوف إلا هيحصل ومفروض خلال العشرين يوم اللي جايين دول يكون الاتحاد سدد الكيمة المستحقة للشركة المنفذة لتكنية الفار في الدور المصر دي كان بعض الأمور الهامة جداً مع بداية الحلقة لكن لنسى عندي تفاصيل أخرى هتكون معنا بس بعد الفصل استرمي جهد في الدور المصر